لا تزال إشكالية عدم احترام معايير السلامة في المواقع السكنية المسلمة حديثاً تثير التساؤل حيث بات مواطنون يحصلون على سكنات أو محلات في أمكنة تبقى عرضة لمخاطر عددة المزيد في تقرير مهدي حيمر الحصول على سكن بات حلماً وإن حصلت عليه ستعاني معدلة ترافق يوميات المواطنين الساكنين في المواقع المسلمة حديثاً مشاكل هؤلاء لا تنتهي الخطر هنا محدق وانجراف التربة يهدد حياة الجميع هذه البرجهة هذا هو دنجي على الدراري على الكبار على كلش ما جي كنتهي شتازي داته كلش يموت ومشي واحد ولا زوج الدنجي كبير ومش هدي 60 فوان صغير روح آير روح منه في القاو روح في البيئ روح كاريتا هنا وديان تجري فيها مياه الصرف الصحي وهذه محلات تغرق في القاذرات تلوث المحيط مس بصحة السكان وجعل من يومياتهم كابوساً مدينة سيدي عبد الله الجديدة عينة من مئات المواقع المسلمة خارج المقييس قاطنوها يواجهون أخطاراً دائمة ومطالب هؤلاء واحدة أصلحوا ما أفسدتموها